وقال من قال عن نفسه عالم فهو جاهل وكلما تعلمت ازددت علما بجهلي والله يا أخوانا أنا لا أقول إلا صادقا والله بحس حالي لا أعرف بالفقه شيء والله ولا بالنحو شيء ولا بالعقيدة شيء ولا بالتفسير شيء بس أخي نتطفل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبهوا بالكرام فلاحوا لأن كلما عم نقرأ عم نقرأ بحس حاله الواحد شلون إذا هذول اللي يغرقوا من فترة واقف بنص البحر عم يتطلع لا اليمين يظهر شاطئه ولا اليسار يظهر شاطئه ولا يظهر معك ولا جهة بنص البحر ماذا تفعل هيك العلم كنا سابقا نسمع أنه العلم بحر نسمعها بس ما ندركها لا يعرف أنه العلم بحر إلا من خاض هذا البحر إلا من دخل هذا البحر أما أد ما تكلمت لك عن البحر إذا أنت قعد هون بحياتك ما شفت البحر هل تتخيله ما فما رأي كمن سمعه فالله يعلمنا ويعرفنا قدر هذا العلم وما أحد يحكي بدون شغلة ما يعرف فيها رايح مشوار ما لأي شي لو استطردت هذا المهمة واقعنا هذا رايح مشوار ماشي على جامع الحاجبية سبحان الله رزق يا أخوانا لأني أخ على البسكليت قال لي شيخ في مجال أسألك سؤال تقوله تفضل قال لي أخذ راحتي تقوله أخذ راحتك قال لي في عشر تلاف خطأ في الإسلام ما لأينا عليهم جواب هيك دغري تقوله عشر تلاف خطأ اللي عشر تلاف خطأ وفي 2500 خطأ لغوي بالقرآن الكريم 2500 خطأ باللغة العربية بالقرآن الكريم وما لأينا جواب لحد الآن قال لي أنا دارس فلسفة قلت له أنت دارس فلسفة ما شغلتي هاي قال لي أي دارس فلسفة قلت له شو يعني الاستقصات بالفلسفة قال لي ما بعرف قلت له شو يعني العقل المجرد قال لي ما بعرف قلت له شو يعني العموم والخصوص المطلق قال لي ما بعرف قلت له لا تقول لحدا أنك دارس فلسفة بناتنا هو طبعا هو بجوز رب العالمين ساقه إليه بشغل اختصاصي لا يعرفه قلت له في مجال تقول لي ما هو الـ 2500 خطأ لغوي قلت له سألك سؤال قلت له إذا مثلا في واحد يحكي ياباني قلت له هذا لا يحكي ياباني يخربط بالياباني عندما تقول يخربط في الياباني معناته أنا أعرف أن أحكي ياباني أو لا فيني أحكم عليه أنه يخربط بالياباني إذا لم يحكي ياباني ما فيني قلت له حكم على الشيء فرعنا عن تصوره أنت بتقول في خطأ لغوي بالقرآن أنت بتعرف باللغة العربية هو ما بعرف أنا شو بتدرس شيخ شايفني شيخ عجب شكلي قال لك بسأله قلت له أنت دارس لغة لما بتقول في أخطاء لغوي بالقرآن دارس لغة يعني لما بتقول لي هاي الفاء غلط ما لازم تكون معناته أنت بتعرف ذي كلام العرب صح قال لي قلت له أنت تعرف ما هو الفرق بين نائب المفعول المطلق والمفعول المطلق قال لي لا قلت له أنت تعرف الفرق بين التمييز والحال قال لي لا قلت له أنت تعرف الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية قال لي لا قلت له لا تقول لحدا أنك دارس لغة عربية يا أخي الكريم one يرضى عليك مصيرك سهل عليك عادي يعني أنت�ت على جهنم 59 قال لي لا قلت له أنت تقول في 2500 خطاء بطريقيني خطأ واحد طيب خليني رود لك عليه بجوز أنت ما بتعرف اللغة قلت له أنا وسبحان الله أنا حامل بإيدي كتاب ضوابط المعرفة للدكتور عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله هو كتاب في المنطق والمناظرة قلت له لك وأنا بدرس سيء المادة شغلتي لا أنت بتعرف فلسفة يا أخي ولا بتعرف لغة عربية ولا بتعرف بشيء سهل عليك أن تخطئ كلام الله قلت له بيسألك سؤال قلت له مين أقدر على تخطيئ العرب نحن ولا أبو جهل وأبو لهب الفصحاء يعني هلأ إذا واحد يحكي إنجليزي مين أقدر يقول هذا الإنجليزي صح أو غلط واحد بريطاني أمريكي ولا واحد سوري عربي لبريطاني أقدر قلت له شو رايك ولا واحد مشرك من العرب الأقحاح قال القرآن فيه خطأ واحد مع حرصهم على أن يخطئوه قلت له أبو جهل ما قاله أنت قلته أبو جهل احترم حاله قال لك والله القرآن كلام فصيح لأنه أنا عربي بس أنت يا أخي ما عم تحترم نفسك طبعاً اتكلمت معه شي نص ساعة أنا ما عم بحكي شي بس عم بحكي له مصطلحات علمية مصطلحات علمية هو حس حاله قاعد مثل ما بيقوله كالحاشة لله يعني بس كالعصفور في مخلب النسر وقع تمام؟ ما بيعرف شي تقول له يا أخي لا يكون مصيرك عليك هيناً القرآن فيه أخطاء القرآن قال لي مثلاً يا أخي طبعاً طال الحديث بيني وبينهم قال لي مثلاً يا أخي في قواعد متفق عليها مو موجودة في القرآن قلت له شو هي قال الإنسان مكرم الإنسان معظم الإنسان محترم مين ما يكون يكون قلت له موجود بالقرآن ولا قد كرمنا بني آدم قلت له أنت بني آدم حتى أنت مكرم عند الله اليهودي بني آدم مكرم عند الله المشرك مكرم عند الله ما قالت الآية ولا قد كرمنا المسلمين قالت ولا قد كرمنا بني آدم طبعاً هو يتكلم صدقاً يا أخوانا أنا خالي الذهن بس رب العالمين جل جلاله والفضل له يسوق الجواب ذهني شلون يطلع الجواب ذهني أنا لا أعلم لأنه أنا لازم أتحقق أنه أنا ما عندي شي ما عندي شي قال لي مثلا ذكرت خطأ بالقرآن ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم قال لي هاي ينبيني ليس عليكم جناح يعني أنا أقول لك ما في مشكلة أنت تأكل من بيتك يعني شو هالفائد اللي استفدناها قلت له يا حبيبي والله يا أخوتي يمكن قارئ المعلومة قبل بيوم عن نفس القضية والله قلت له هذا أسلوب اللغة أنت بتقول له واحد لا جناح عليك أنك تستعمل سيارتك كما أنه لا جناح عليك أنك تستعمل سيارة غيرك إذا أذن لك فالأولى متفق عليها والثاني مختلف فيها فيقدم المتفق عليه وينقل إلى المختلف فيه بتقول لي في مجال أستعمل جوالك يقول لك كما أنه في مجال تستعمل جوالك في مجال تستعمل جوالي فأذكر المتفق عليه فالقرآن بيقول ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم بعدين قال بيوت آبائكم أخوالكم أعمامكم مفاتحه أو صديقكم فذكر المتفق عليه وانتقل إلى المختلف فيه وهذا أسلوب لغوي بليغ أبو جهل بصم عليه قال لك والله كلام فصيح أبو لها بصم عليه أنت عم تقول فيه أخطاء قلت له أنت تسمع مني قال لي شو قلت له رجع طلب العلم من أول وجديد أنت لا تعرف شيئا قلت له أنت فايت على دكتور متخصص قلبي تناقشه بطب القلبية وأنت لا تعرف شيئا بتقول له أنا متخصص بطب القلبية وصرت تحكيله عن البطين الأيمن والبطين الأيسر هو قاعد وصافن فيك لا يخلص تتحكي حكي إلاك أنت عم تخبص مثل مرة في واحد ألقى محاضرة بمسجد أنا موجود يا أخوانا حكث 45 دقيقة عن أمراض الدم طيب يا أخي الكريم أنت شيخ صح أحكي بالدين لا تعكي بغير اقتصاصك 45 دقيقة طبيب جالس بالمجلس بس خلص قال له شيخ في مجال إليك شغله قال له شو أنا والله واقف قال له كل شي حكيته عن أمراض الدم خطأ قال له أنا دكتور قال له هذا الحكي من عندك طب يا أخي الكريم قال لا تتكلم فيما لا تعلم فتتهم فيما تعلم وسط الرسالة